السيد الصدر يعني معرف عنه حنكته السياسية وتعامله مع الأطراف خلي نقول بين القوسين الشيعية المنافسة أو المناوئة للتيار الصدري السيد الصدر واضح في تجمعاته يعني ومضبوط الكل يعرف أنه مثلا هناك التزام تام من قبل أن صار السيد الصدر أو التيار الصدري بتوجيهات السيد الصدر السيد الصدر يعرف أنه موضوع طريبيل ذات دوافع سياسية وليس عفوية والسيد الصدر يدرك أن استمرار أي اعتصام قوي أو ذات نفوث جماهيري أو حشد جماهيري قوي خارج التيار الصدري سيكون أمر مستحيل لذا فتوجيه السيد الصدر بانسحاب أنصاري أو عدم توجه أنصارة إلى المنفذ الحدودي مع الشقيقة المملكة الأردنية يعني قرار جريء وقرار حكيم جدا باعتبار أنه يمكن لا سامح الله إذا أي خرق باعتبار أن هناك كما قلنا الدوافع السياسية أو تنفيذ هذه الأجندات المشبوهة باستغلال قضية فلسطين والتعاطف مع أهلنا في غزة مثلا كل هذه الأمور أدركها سيد الصدر مبكرا وعرف أنه مثلا يمكن أن يتم استغلال الحشد الجماهي الذي يتسم به التيار الصدري وأي دعوة تصدر من السيد الصدر في تجمع الناس أو تحشيد الناس أمر معين والشواهد كثيرة موضوع المضاهرات موضوع حق القرآن حتى موضوع تأيد غزة في مثلا في بغداد أما اختيار الموقع المشبوه والمثير للجدد فأنا أتصور أن حكمة السيد الصدر أو من المقربين للسيد الصدر كانت واضحة وموجودة في سحب التأيد لهكذا اعتصام أو تجمع